مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات القطرية تتبع سياسة الهروب إلى الأمام عبر محاولة زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة مشددين على أن من الأولى أن تلتفت السلطات القطرية إلى حقوق المواطنين القطريين المسلوبة ووجه النشطاء انتقادات شديدة إلى الإعلام القطري وعلى رأسه قناة الجزيرة الحكومية التي تغض الطرف عن استمرار انتهاكات السلطات القطرية للحريات العامة في قطر فيما لا تغفل عن تغطية أحداث خارج قطر وتسوق الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف الوطن العربي بأكمله يأتي هذا فيما تستمر السلطات القطرية في احتجاز العشرات من المواطنين القطريين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي انطلقت في قطر ضد قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى والذي قسم المواطنين القطريين إلى فئات في تمييز صارخ حرم على أثره آلاف المواطنين من حق الترشح أو الانتخاب أو الاثنين معا وهمش كليا فئات رئيسية في المجتمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة